أريكم قرطبة من الأعلى وهذا أشهر شوارعها شارع المحج العظمى مر من هنا مواكب خلفاء بني أمية ملوك الطوائف الشعراء الأدباء هذا جامع قرطبة العظيم وهناك مكان دووين الحكم كان الخليفة يعبر من الديوان إلى المسجد عبر صابات جسر معلق قبل ألف ومئة عام هذه الناحية كانت قصور الخلافة هناك إذا تشوفون السور كان مكان قصر عبد الرحمن الأوسط وهنا هذا البيت الأبيض تشوفونه هذا دار زرياب رائد فن الإتيكيت العالمي وفد على الأندلس من الدولة العباسية في عهد عبد الرحمن الأوسط أكرمه كان يعطي الراتب أربعين ألف دينار ذهبي أكثر من راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية واللي خلفه دار المدنيات يعتبر أول معهد موسيقي في العالم فالجواري يجون من السب يمرون على دار المدنيات يدربون على الفن والشعر بعدين يدخلون إلى القصور نكمل جولتنا وهذا جامع قرطبة العظيم أعظم بناء شيدته يد العرب اللي موجود هنا الكنيسة اللي بنيت بعد السقوط في قلب الجامع حتى أنه حاكم قشتالة يوم شاف البناء قال ماذا فعلتم؟ بنيتم بناء يمكن بناءه في أي مكان وزمان ولكنكم دمرتم مكان لا يمكن بناءه عبر الزمان هناك نهر الوادي العظيم نهر الوادي الكبير في قرطبة اللي طوله حوالي 650 كيلو متر من جبال جيان حتى المحيط الأطلسي فيما ماضى من زمان كانت السفن ترسو حتى قرطبة هنا وكانت على جنباته المنيات الحدائق شو بيش كانوا يسمونها جنات النعيم الرضوان فكانوا أهل قرطبة يتمشون ويقيلون في هذه المنطقة وهناك سلسلة جبال العروس ذاقت قرطبة في وقت عبد الرحمن الناصر على ساكنيها فبنى مدينة الزهراء أعظم مدينة ملوكية في تاريخ الأندلس وفي زمانها بناها على سفح جبال العروس وفي هذه الناحية الرصافة اللي بناها عبد الرحمن الداخل سقر قريش ولكن لا يوجد لها أثار اليوم وفي مكانها فندق وهذه مدينة قرطبة بأزقتها ودورها البيضاء الجميلة تقريبا كما تركها الأجداد من ألف عام انت فعليا إذا زرت قرطبة يرجع فيك الزمان إلى القرن الرابع الهجري الخامس الهجري